تستعد الطائرة الثامنة من الجسر الجوي السعودي والطائرة الأولى التي سوف تغادر تحديدا من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض إلى مطار حلب وهي من ضمن الجسر الجوي السعودي للمساعدات ودعم المتضررين جراء الزلزال ولكن هذه المرة وتحديدا الطائرة هذه سوف تغادر إلى مطار حلب مباشرة قبل أن نستعرض عن محتويات هذه الطائرة وكذلك نتحدث بالتفاصيل سوف ينضم معي الأستاذ عبدالله العفيصان وهو مشرف عمليات شحن المطار سوف نتحدث أولا في البداية نقترب قليلا أستاذ عبدالله نتحدث اليوم عن هذه الشحنات وعمليات الشحن كم سوف تأخذ من الوقت لتدخل إلى داخل الطائرة طبعا مناولة الشحنات أخوي هاني تأخذ وقت من ساعتين إلى ثلاث ساعات الشحنات اللي أمامكم الآن مكونة من شحنات مواد غذائية مكونة من الشحنات الأدوية خيام من ثلاجات الوزن تقريبا ثلاثين طن ثلاثين طن أول رحلة متجهة إلى سوريا سوف نقوم باستعراض هذه المحتويات طبعا لو نشاهد المحتويات التي سوف تقلها هذه الطائرة وهي من نوع طائرة اليوشن تزن حمولتها ثلاثين طن وكانت اختيار هذه الطائرة تحديدا باعتبارها مناسبة لمدرج مهبط الطائرات هناك في مطار حلب كما هو المعتاد كان الجسر الجوي في المتجه إلى تركيا كانت الطائرة تزن 105 طن ولكن تم اختيار هذه الطائرة لأنها مناسبة لمدرج الطائرات أو المطار الخاص بحلب طبعا لو نستعرض هناك بعض الأجهزة الكهربائية وهي عبارة عن ثلاجات وكذلك سلال غذائية وأيضا خيام وبطانيات وأيضا بعض المواد الغذائية التي سوف تحملها هذه الطائرة إذن نستطيع أن نقول أن هذه هي صور خاصة تنقلها العربية لأول شحنة تغادر أو تستعد بيئة المغادرة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض إلى مطار حلب وهي تعتبر ضمن الجسر الجوي أيضا بإمكاننا أن نذكر كخبر عاجل أن السعودية سوف تسير ثلاث رحلات جوية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار حلب تحمل مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الزلزال داخل المناطق التي تضررت في الجمهورية السورية